اهو ده هيفضى المفروض على كلام الرئيس الوزراء فدي النهاردة ارجع يا عام على المبنى العظيم بتاعه اه اقف 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 بص بقى او هاتهلنا هنا بصوا بقى الشياكة بتاعتنا ده مبنى تقيل يعني شايف النيل بشكل غير عادي خلاص النهاردة المبنى ده فدي اهو واخد بالك ازاي العظمة دي كلها القباها دي تجزء من تاريخنا المعاصر اخر 25 سنة مثلا المبنى ده بقى فدي تمام المبنى ده بقى بفلوس كتير قوي نعد من واحد واحد متى ستخوم الحكومة بيعطأنا عائد هذه المبادئ ممكن تقول لي هبيعه امان اخبط فيه مليار دولار ولا حاجة بحاجة عظمة طبعا مبالغ يعني اه هأجره بالدولار برضو تمام هقلبه فندو ماشي هعمل اي حاجة انا باخد مبنى وزارة الخارجية نظرا لتمييزه يعني وطبعا ما هواش ذات طابع معماري اه فريد وهو تقريبا مساحته تزيد عن اه الفين اربع تلاف متر اربع تلاف زي ما اللي بيقوليه اربع تلاف وطبن ومئة متر بالزبط واتنين واربعين دور وارتفاعه مئة تلاتة واربعين متر عندك فيه كم لمبة كمان ولا ماشي المهم يعني فمثل هذه الابنية هي ثروة كبيرة جدا هننتظر بقى خطة الحكومة خلال الكام يوم دول اللي هي طبعا شغال عليها بقالها فترة في استغلال هذه المباني بس هنحاسب الحكومة من واحد واحد فلوس بقى يعني فين حقي بقى ليه بقى يا فندم لانه ما لا يستغل ما لا يستغل من اصول لازم احقق لاننا قد وقد دي مهمة جدا قد يكون فيه نوع من انواع اهضار المال اللي عندي انه لم استغل الاصول اللي عندي ومدي اللي هم فرصة يعني كبيرة جدا وعظيمة جدا في الوقت اهو عشان نقدر ان احنا ده ما بنى وزارة المالية برضو ما فيش طبع معماري فريد ولا اي حاجة فنقدر ان احنا نتعامل معه طبعا فيه وزارات لو الزاكرة يعني مش افتكر التربية والتعليم يعني او فيه بعض الوزارات الصحة بيقولولي زميل مابنى اثري فيعني لسه موضوع مجلس النواب والشوخ لسه يعني ما اعتقدش دول يعني دول يعني يبقوا مدحف او يبقوا حاجة لو انتقلوا يعني للعاصمة ما منفعش يبقى فيهم اي نوع من انواع التصرف انا كمواطن مصر ما حبش كده وما قبلش كده يعني لو بقوا مدحف يبقى احسن او بقوا لاجتماعات التاريخية برضو يبقى حاجة كويسة جدا دي وزارات دي وزارة القوى العاملة طبعا فيه كتير بقى احنا هنمشي بقى ايه نشوف المباني انا عايز بقى ناخد القاعدة دي على كل حاجة على كل حاجة يعني انا مش عايز انا مش في الشارع الاقي يقولك ايه يعني مثلا في شارع بطن احنا عايزيز ده طريقي كده كتير الاقي مبنى المصل واللقاح يا عم ده حتة ارض فضيعة طب حط مبنى المصل واللقاح ده في حتة تانية يعني مش هيفرق حاجة حط بقى ايه حط كل وانت ماشي كده في الطريق المكان ده بيعمل ايه هنا ده مبنى حكومي ما احنا عندنا عاصمة ادارية بقى ما بقولكش ان الخدمات الحكومية ما تبقاش جنب المواطنين لا انا بقولك المباني المركزية طير بقى كل ده على العاصمة عشان تقدر ان انت تفضي الدنيا بقى من الزحمة عندنا في مصر واتدخلي بقى دولار من عائد استغلال هذه المباني ترجمة نانسي قنقر